الأعزاء مشهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا زلنا في هذه الرحلة وقفنا معه على حجم الخسائر الاقتصادية التي بولي بها السودان جراء قرارات سياسية لعله كان القرار المركز فيها إعلان الرئيس الراحل جعفر نوميري التطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ووضح لنا لضيفة الكريمة الحلقة الماضية كم الخسائر التي جرت على هذه البلاد جراء هذا القرار نواصل في هذه الحلقة إلى أن نصل محطة سقوط مايو في 1985 مع الأستاذ إبراهيم مرحبا بك مرة أخرى الأحداث كثيرة جدا وتسارعت بعد إعلان تطبيق الشريعة منها التمرد الجديد في 1983 وبطبيعة الحال كان له تأثير اقتصادي على البلد ثم حدث كبير كإعدام الأستاذ محمود عمالطها وثم سقوط مايو وإنت عندك تحليل في مذكراتك لأنه كيف سقطت مايو خلينا نبدأ من موضوع عودة التمرد بعد أن كان السودان بعد 72 اتفاقية نعم بفترة بتاعة السلام مهمة جدا جدا يعني برضو من ناحية اقتصادية واجتماعية إلا حصلت 1983 وبموجب عاد التمرد مرة أخرى التمرد عاد أساسا لأنه في مجموعة من العسكريين نعم يفتكروا أنه اتفاقية ديس أبابا ما أدتهم كل ما تطلبوه وأنه فيها ثغرات أدت إلى أنه الرئيس نيميري يتطبق يعلن الشريعة برغض بأنه رسل لمجالس الشعب الإقليمية أنه جسم الجنوب في الأول ايوة يفتكروا أن تقسيم الجنوب نتيجة لتطبيق الشريعة حصل قبل الشريعة صحي لكنه قرنوه مع بعض قالوا لولا أنها مجسم ما كان على رسل لكل مجالس الشعب الإقليمية الثلاثة هو إلى الرئيس المجلس التقالي أنه أي مجلس التشريعي لو الحق يقبل هذه القوانين أو ما يقبلها دي قوانين خاصة بالشمال لكن الدعاية الغربية ودعاية بعض السودانيين وبعض المعارضين أدت إلى أنه فتبق شريعة في الجنوب ما حصل لكن على أي حال الجو العام كان عند الجنوبيين أنه الدور جايهم وأنه هما يستعجوا الحكاية جونقرن كان في بعصة في بلايات المتحدة لا أقول لك هذا رسلته لأنه كان من الناس الزعلانين يحكي تلقى سببه أنه ما شملت كذا وكذا وكذا حاجات حاصة به وهم فجرى هي وعمله دكتور ابتاته في قناة جونقرن وأسر الزراع والمرعى وفلافه وفلافه دي راجع بفكرة أنه هو حغير الوضع في الجنوب لما كانت معروفة للناس ولما كانت معروفة ذاته دونقرن منهم إلى أن حصل التمرد شفح التمرد في الجنوب والخبر اللي ما وصل كان في رأيين رأي أنه هذا الأمر محدود ومغدور عليه وأنه ينشي وفد يتفاوض مع الجنوبيين ومع غيرهم ويهدي عن مسألة كذا في رأي كان أنه يحسن عسكريا وأنه يتفاوضون الدلة أكثر من اللازم وأخدوا فرصة أكثر من اللازم عشان يمشوا في الخطة المحشفية المحشفية والبلد وكان هذا الرأي القيادة العسكرية قيادة سؤال الدهب ودوزي فلاقو كان عضو في المجلس الدفاع الوطني أنا كنت عضو فيه بحكم الوظيفة المالية وفي مورو حمارتيب النايب الأول وفي بعض القيادات في مقايدة قيادة الجنوية العلينيين كانوا يفتكروه هذا المسألة المغضورة عليهم أنه يمشي يتفاوض ويسوي لكن في الآخر وعيشني بيطلع مننا وزير خارجي حاشب عثمان فقال لنا يا ملكية أطلعوا برنا لنقش الموضوذة إن أليكم بعضهم وبركنا أنهم هاشب بعد فيه نعدونا قابلين قابلنا نحسب الأمر عسكرية عسكرية حسب نائب القايدة العام اللي هو سورة الدهب قال السودان الأمن فيه يعني عموهم مخترق وما فيه أمن يقول عنهم الخبر قول لما يطلع يصلنا إحنا الملكية اللي قاعدين بره وصل وصل لما مشل الجيش من جوبة عازيسة اللي حصل التمرد في نيفي بور كانوا قابل كاربينو قائد الحامي هناك وساقبوا مش بالحبشة ودخلوا وبالتمرد سنة ثلاثة ثمانية علاقته مع شريعة غير مباشرة يعني هو ابتكره واتناقش الموضوع ده في اجتماع أو في الندوة الحقيقة في إنجلترا واتضح أنه فعلا كان في دعاية أكثر من اللازم قلبت التمرد يعني وظف التمرد موضوع تطبيق الشريعة اللي مصلحته وأنه الآن المسلمين ينكلوا بالمسيحيين ويطبقوا فيهم الحدود ما كانوا يدخل بعدين في حاجة كانت يعني أنا سألتك محمد يوسف الفضوي ده من الكبار الفضاط يوسف نائب إيسف القضاء وكان من المسلمين حقا يعني ناس بيعرفوا أخوه الباغر يوسف الفضوي عوض الجوخة الإسلامية ونائب مدير منك لكن محمد يوسف طلب من رئيس نميري حاجة حاجة بسيطة نعم قال للنهاردة إحنا كلنا سنأولى شريعة لأنه قوانين الطلعت دي ما طلعت على مذهب معين أيوة إذا طلعت على المذهب الحنبلي مالكي الشافعي كذا كان معلش لكن أحدت من كل يحب دبا قدينا فرصة نقعد كبطاء سوداني نحاول نمشي على مذهب واحد عشان القاضي بيطلع الليلة بالكليا بيمشي في مدينة في آخر السودان شرقا أو غربا أو شمالا يقعد قدام ووضية يلقى مرجع نعم آآ تانيا في الصياغات تحتاج إلى مراجعة حتى لو ما أديتنا الفرصة دي الحاجة اللي وصلتنا إحنا كنا محرسين جدا أننا نتابع الحكاية دي قال دكتور ترابير رحمه وقل له سمحت بالتغييش شولة كومو حيطبو منك تراجع القانون كل محر تفتح الباب نو لا مجال فدي من المسائل اللي كانت فعلا أثرت يمكن لحد النهار دا في الحلقة الماضية انت قلت لنا أنه قرار إعلان تطبيق الشريعة يخص الرئيس نيميري بعض الكتابات طبعا بتقول أنه كان قوة سياسية وبالضبط مقصود الحركة الإسلامية السودانية كانت وراء هذا الأمر أنا حسب المنهاء لم تكن أي حركة سياسية أو إسلامية أو خلافة وراء هذا الأمر رجبوا الموجة بعد ما أعلن الرئيس نيميري القوانين ودي حاجة يعني معروفة لنا نحن في زمننا في مجلس الوزراء كانوا كل الكبار أرطاب الجبرة كانوا معنا في مجلس الوزراء كان في دكتور أبي وفي أبريا عزياد الله وفي آنم يا ربي مجموعة فوجينا كلنا نحكين لما يقالون الزكا وجينا نقشة الميزانية يعني كانوا كلهم زي الناس التانيين يعني استفادوا منا سياسيا استفادوا منا سياسيا في مشروع السياس استفادوا منا سياسيا وفي ناس نسبوها لهم لم ينكروا أكبر الأصوات الناقضة كان منه في المجلس الوزراء اللي كان يبدأ اعتراضه مباشرة على هذا الأمر والله فيه ثلاث تنفار ليس باعتراض هم يتكلموا برأيه طيب أوله المرحوم الوقيع وشير الوقيع الراجل كان يعني صريح جدا كان منصبه شنو؟ كان وزير الصناعة وزير الصناعة طيب غير أنه وزير الصناعة كان يعني الراجل بيعرف الرئيس الميلي دفعته حنطوب وخبير في زير السكر بتاعه فكان يعني يتكلم بصراحة أنه ذا كده وذا كده وذا كده الراجل التاني كان وزير الزراعة اسمان حاكم من أولاد مدني وقل له إحنا مع الرئيس الميلي احنا أولاد مدني مدني دي بالمناسبة عندها عصبية زي الحلفاويين زي مدرمان زي مدرمان زي مدرمان الحلفاويين صحيح فكان يتكلم بصراحة وكان يكرر كلمة إخواني على الرئيس الميلي أنا حذر لكم الإخوان المسلمين فقطت نظامه طلابي يرفع يده الرئيس الميلي يقول له ما في إخوان مسلمين في السودان قل له يعني عاشته قل له جبها القومية الإسلامية خش معه في جدال خش معه في جدال الثالث الثالث كان المستشار القانوني للرئيس الميلي وهو مسيحي من أصل إثيوبي أه هذكر لك اسمه كان رأيو صريح لمنه دوديع ولا منه لا لا من قانوني قانوني أخيرا بيقى في دول النابة العام هو جميل دول النابة العام ستنظر قانوني في وجلس الوزراء طيب وكان يعني يوسف ميخائيل يوسف ميخائيل نعم كان صريح يعني كان بيقول رأيهم لكل صراحة ورئيس الميلي بيحتملوا لأنه ما بغشوا يعني اختبروا في كم موقف بالأخص في قرارات الإعدامات حجية طبعا الرئيس الميلي كان حرس جدا أنه ما قرار الإعدام ما بيتم إلا بموافقة رأس الدولة فكان هو بيقرى الوقاية من المحكمة الأولى قلوا أشكر عليه وأي إشكال قرار المستشير طيب يعني الآن نقدر نصل لنتيجة أنه بدأت العزلة عزلة السودان عن العالم اقتصاديا وسياسيا بعد إعلان تطبيق الشريعة العزلة بدأت الآن العزلة بدأت تدريجيا 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 في أوروبا يعني بدأت طوال في أمريكا يعني ماذا السوء والرئيس الميلي ما كان مواعي بالموقع ده أنه إحنا الآن نعزل والله يا أخي أنا أنا ما أحب أقول فيك يعني تعبير ممكن أتهم بمارا ياليق وكذا كانوا دائما يقول له سيغنيك الله من فضله سيغنيك الله من فضله نعم بالله لكن في أسباب طبعا أكيد بس يعني لما كسروا الـ 25 مليون تعد الخمرة 25 مليون دولار أي وقال له ربنا حيعوضك وقبل التبرير بعدين كان في حالة انجزاب أنا ما أعرف سوابه شنو طبعا الرئيس الميلي ما كان الرئيس الميلي المعروف بالنسبة لنا يعني كان ما تجي الكلام في المواضيع ديه يعني بتشنج صادق المهدي عمل موكب في عيد رمضان وعيد الضحية بنذكر من النوباي لحد ساحة الخليفة نعم ويراك في حصانه وفي عيمينه ماشي على الأرض بارك الفاضل على الأشمال ونوردنا الدائم يعني دال الأحباب ودال الأصحاب وكذا يعني وأعلن أن هذه القوانين لا تسوى الحبير الكتبات بيه يعني سمح ليه بأنه يعبد العروان لا ده في خضوة العيد آآ في العيد فتاني يوم نادوه فلمات من الرئيس الميلي أنه يعتذر عن الموضوضة ومعتذر ورئيس الميلي قال يعني أنا كنت في مامورية أبعرفت عشنه آآ حكيته يمكن فآآ قال قالوا له استتاب السيد الصادي آآ إذا ما آآ تاب يجلد ثم يستتاب مرة أخرى إذا ما تاب يشنق وهو اقتنع بالكلام ده أنا جيت في مامورية أول زور قابلني واحد من دي هذا الأمن قال ليه النائب الأول قال ليه ما تقابل الرئيس الميلي واللي ما تقابله فش حصل خلافة منكم من السلمانية قال ليه الله يبا بعرف النائب كان عمر حناطي عمر حناطي عمر حناطي جيت نوع عبد الحميز صالح الله رحمه وقال ليه احنا في ورطة الرئيس الميلي حصل كذا 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 وقصير رجال ما بيقبل أي وساطة عليك الله انت حتم تنفروب تمشي ليه في الأول تعمل بريفن حتى يجيني لكن لما تمشي كده شوف موكتو شنو راجعوا لينا قلت له انتو موكتو تتراجعوا انا راجعوا كيف قال لي رايتو اصرف شنو كانوا بخافوا منو ها كانوا بخافوا منو لا هو أداهم تسيقال لما بيراجعيني معناها مؤيد الكلام ده اه فأنا مشيت ديت بريفن عن الرحلة وبعدين زي بلملي فوريه كده قال ليه شايف صاحبك عمل شنو قلت له صاحبين منو قال ليه الصادق عمل شنو قال ليه يعني مسعتا قال ليه ماريش يقول ليك حاجة أنا أجي المامورية بيجي الفضوليين والصحفيين والأهلي وكده يتكلموا في كل المواضيع الفاتت مني زول جاب صارت صادق ما طيب الناس ده النسو حصل منو شنو قال ليه حصل منو كزا كزا قلت ليه حبوبين الناس نسو كيف قلت له ما في زول منذكره انت متأكد قلت له اتباعنا طلع تابعنا من الناس ده ما في ده الجابين سيرتوا فجي تكلمت عنه عبد الحمساء يقول له أنا مش هتليبي أفروس شو أحتلف منكم أيوة ونجحته ده فما بقول نجحته لكنه يعني زي شعرته أنه حكاية ما بتستهل يعني التوصيب ده سيد إبراهيم هو قريب مما كتب الدكتور منصور خالد أنه الرئيس نميري في آخر أيامه وصيب بهذه الحالة من الجذب وكان يعني إذا ما تستخدم تعبير الدروشة يعني ما بين قوسين وكده يعني أنا تعبير الدروشة يعني كتبه دكتور منصور منصور يعني راجل أكثر كان رصيق بالرئيس نميري أكثر وزير يمكن في تاريخ السوداء رصيق برأس الدولة كان علاقة منصور مع الرئيس نميري مهمة جداً أو في شخصية مهمة جداً كثر الكلام حولها البعض يتهم بأنها كانت فاسدة وتلقت أموال من عمولات وكده والبعض الآخر يقول الله دي تهم سياسي اللي هو الراحل الدكتور بهاددين محمد إدريس إيه شهادتك في دكتور بهاددين بهاددين شخصية كانت يعني مقرب جداً للرئيس نميري وكان كفئ جداً في أداة واجباته طيب الاتهام أنا ما كنت وزير لما ثار الاتهام حوله أنا طررت من الوزارة فترة وجيت راجع لما جيت وجدت فيه ثلاث ملفات فيها نوع من الشبهات أول حاجة استيراد القمح والدقيق والبترول والسكر كان فيه فجوة فيه ثلاثة دي إيه الحال الحالي عرفت أنه المصادر التصديق لازم يكون بالمزيرة المالية في النهاية لأنه هو البيشي الالتزام الخارجي هو البطالبه بسداد الديوم وهو 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 فحكوا لي بعض الموظفين اللي كانوا موجودين أنه كل شيء بيطلع في العطاءات حسب اللوايح تمام لكن فيه حاجة أنه بيطلب في العطاء تقدم فترة تنفس فيها العطاء القرد تدين قرد مدة كم كافية السباب تمام جلال بيحصل أنه يكون فضل للجمح أو الدقيق أو السكر أو البترول ما يكفي ثلاثة أسابيع تطلع العطاءات يقول يقدم زور المعين أنه والله أنا أبيديكم الزرف يسبوع وكن عرف العطاء سيطلع قبل كده والباخرة بتاعته كانت على مشارف فرسودان أبيديكم فترة سداد ستة شهور بعد السلام الحب ضاعا أبيديكم فوائد كذا في المية لكن في حاجة الناس دامة في القبوة منكم انتم في السودان دولة مخاطر تطلب منكم حاجة سيما تدفع كذا في المية زيادة على الفوائد ده تأمين ده وتدفع كذا وكذا 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 كان عطى باستمرار بيقع لشخص واحد باستمرار باستمرار لشخص واحد باستمرار لشخص واحد اسمه خدر الشريف وكان انا ما كنت باعرفه فكنت شغال في السوق في مقاولات وحلاق وشغالت من قروشنا وكذا وده قنوات من مقاولات فيها قروش كتيرة جدا كنوا نطفع ضرائم لكن احسن من وزارة المالية لا وزارة المالية دي ما انت شغال حكومة لشغل كدمة عامة وظيفة يعني طيب فانا كنت في اجتماعي مثل حاسة دي في تفاصيله كان في عطب بتاع السكر المؤسس العامة للسكر تابعة من المالية تمام لأسباب تاريخية فقالوا لي كان الرئيس اجتماعي ضرماجة حمد خليم الزكري قالوا لي عايزين نكبر لأمر هام فقالوا لي وجدت مزيرة التجارة اللي طلع على العطا ومزيد مستناعي من السكر ومعهم واحد شخص ما عارفه منه وقالوا لي احسن كذا 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 فقالوا لي دي العطا الوحيد قال لي لا في عطا ارخص منه لكن الزوالده لأول مرة يقدم نحن ما منقدر نخاطر وكذا قلت لهم يعني ترددت أنا في القبول وكذا فالرأيه يعني استفزاني اذا ما عايز تقبل خلاص انا بسحب العرض الترعي قلت لهم الزوالده شغال في هاتي وزارة قال لي انت ما عارف ده ده خضر الشريف وين هو خضر الشريف بهدين كان معهم لا ارحموا قال لي ده راجل في الحقيقة احنا في الرئاسة لما تكون في اشكالات ينستعيب له كده لجياليه منوسطه كده ويعمل كده المهم عرفت بعد ده كان هو والوسيط في كل العمليات التجارية دي الاسم الشريف زي ما قلت له كل شي بطلع حسب النظام بعدين في السداد هاي انه السداد في ظرف كذا شهر عرفت كمان بطريقة ما انه التفجين مع بنك السداد ما بتكون في المدة دي البنك بستداد لهم قبل كده قبل ايه دي كل المعلومات دي اتجمعتها في الاخر السلمنا موضوع على طاءاته ودخلنا في اشكالات ما كده اقوله ليك لكن تبين لنا انه كان في نوع من الفساد في موضوع طاءات السكر والجمح والبترول وخلافه ماشينا الكويت تمرد خاصة بالمالية انا ما كانت مالية زي ما قلت لك في حلقة سابقة كانت ممنوعة من التدخل في موضوع البترول اتصل بي الوزير البترول الكويتي باعرفه وكان ما عرفه نزول يصفه الله يرحمه وقال ليه اخي افتقدناك وكده وانا دي لوكي انا عندي طلبات لبترول السوداني طلب من المؤسس العام للبترول طلب من سمسار يورد للحكومة السودانية وللأسف الشديد في تعاملنا السابق طلبات السمسار تسدد قبل طلبات المؤسسة قبل في اخي الموضوع ده بتاع انا يعني اه وده فساد وما قال فساد قلت له يسوف ما تجيب كلمة زي دية انتو في الفتويل عندكم فساد ازور من كده عندكم سوق المناخ وزير المالية بتاعكم السقال ومشرك فما تتهم يعني تتنرفسة في الحياة وجدت انه لو قال لي والله اي كلمة يردي تياوز اي تعبير كان يعني الواحد يحتمل وكده لكنه اه العرب عندهم العمولات والتعابة حلال بنزل يوم يعني انت اكتشفت ان في فساد في الموضوع السكر والقمح وكده لكنه البتروب ما كنت ادخل فيه ايوه القمح ما كنا ندخل فيه هو انه تابع القمح لوزارة التجارة لكنه في الاخر الموافقة على العطر وين كان الرئيس نميري من مثل هذي اللي يعني والله الرئيس نميري كان على علم كان انا مفتكر ما كان على علم التعامل لكن كان بس بيجي ويقول له والله سيد الرئيس قدرنا نحل مش كل تلك كذا ده اللي عرفته فيما بعد اه خضر الشريف كان ما ظاهر ده الوسيط كوسيط ويقوم بالعملات دي كلها كوسيط هل عرفت انه الوكيل الرسمي لشاكر واحد مشاكر جمني هو الممول بجصة دي كلها الرجل ده كان ما يعني الوكيل الرسمي شرعي انا ابو العلا حمد السلام و انا ابو العلا لكنه بديهم العمولة العادية نصف المية وهم بيقدم رعطة باسمهم وكل شيء لكن بعد ذلك كل الإجراءات بيتم في غياب عنهم وانهم داخل فيها طيب انا بعد ذلك اطلع فاصل استاذنا ابراهيم ثم نعود لنوصل هذا الحوار كونوا معنا بعد ذلك مرحب بكم مرة أخرى لازمنا في هذه الحلقة تتبعا في هذه السيرة استاذ ابراهيم مرحب بك مرة أخر قلت قبل الفاصل أن الرئيس الراحل نميري يعني لم يكن على علم دقيق بهذه التهم التهم الفساد في شخصية تانية برضو تذكر كل ما يذكر الدكتور بهاد دين محمد ريس وهو شخصية عدنان خاشوقجي طيب الرئيس نميري لما كثير الكلام وصد الناس عن بهاد دين أداوي جازح وقال لي اخوانا هل عنده أي كلام أي تهم أي جناية عدها الدين تتكلمني بياه تتكلمني بياه أنا أبعدته خلاص لم يعود وزيرا أخذ ثلاثة أشهر ما في ذو لقدم لحاجة لكن الناس بتتكلموا طبعا وخاكذا عدنان خاشوقي لو تعرف الرحمن كبيرة دا أول ذو القاضي انقلاب في زمن عبود أيوه أيوه كبيرة دا رئيس نميري ومولاه بيعتبروه يعني ذول بالنسبة لهم زميل وفتح الباب وقوم عربي وكذا فعينوا في وظيفة بتاعة السياحة تدير عام مصلحة السياحة كبيرة مشى للمنطقة اللي ها المدينة اللي يعتبر مدينة السياحة في العالم العربي بيروت في بيروت في بيروت اتصل بواحد صاحبه يا أخينا دا أعين أنت كذا 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 عايزة أعمل مصدق لذلك قال إمك في زول يعني ملك السياحة يعمل لك أي حاجة أنت تديره وكذا لما هو في واحد اسمه لك لك اسمه لبناني اللبناني دا لم يعرف الموقع بتاع الكبيرة دا وأنه كان كذا وكذا قال لان إمك في زول السياحة دا عايزة قروش تعمل منتجعاته تعمل شنود تعمل شنود تعمل شنود تعمل شليم عيسى تعمل شنود وزول دا هو أبوه كان مستشار طبي لملك سعود لملك فيصر من بعضه وهو دلوقتي طيب المهات كبير اسمه عدنا خشوج طيب كبيرة الساق عدنا خشوج جابير السودان وبدأ يتكلم معه في موضوع السياحة السياحة عدنا رأيه زكي جدا عرف أنه كبيرة دا يعني صديق لرئيس نوريا لكنه كمان فيه الزور أقرب لرئيس ديميري اسمه بهدين بهدين فقال له بهدين أنا ممكن السياحة دي موضوع بسيط كلها كان مليزون دولار لكن ده يكون فيه ميسانرية وأعمل ليكم وأعمل ليكم وأعمل ليكم و وهدين رحبه وبدأ فيه تعاون بيناته ونسوك بيه دا ونسياحة وقصص دادية سنة سنة كم الكلام دا الكلام دا 84 83 حاجة دي طيب عجب فيه ثمانيه فيه أبا خل ثمانيه تمام أفر إيثز نعم فعندناك أشوف دي راجل واضح وراجل صريح وناعم جدا اه اتكلم معاك بمصلحته وبيكل هدوء وكل أدب إذا قلت ليلة يقول لك حاضر ومسحة ومسحة شكرا لا تطلب الناس ومسحة عندما تنقل على هذه الرئاسة كانت ويساة ومسحة 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 انا ولا حد كان بكير عبادي انا متذكر في شو. لكن انا كنت اكتب زور تعبان في القصة دي كبير المالية. اول حاجة جابيها انه سيبكم من الخمسة مليون طلعت المليون. انا اجيب ليكم مئتين مليون دولار ارضي من السعودية. مئتين مليون دولار. اي. وكان الرقم مخيف يعني. طبعا تزلو الوضاع ديك يعني. احنا بنزبرينة كان يعني اقصى حاجة نتقاه خمسين مليون مية مليون في مشاريع محدد وكده. وا استمروا في الحكاية ديه. في النقاش وكده. والعشرين ومئتين مليون دولار دي قسموه على عشرين بنك عالمي. كله هيدفع شوية. بضمانة اه بنك المركز السعودي سامة. وجابوا القرب الاتفاقية الناس وكلهم لدينا البنوك وعدنان وكده لرئيس. وكان فيه متور اتحاد الاشتراك. وانتشر الخبر ان السعودية قدمت مليون دولار. طبعا القرد للسودان وكده. فاول حاجة اه حميم بتاعنا البنوك. قال له عدنان البنضة بنوك اللهم وزير شؤون الرأس. قال له لا همضة وزير المالي. زير المالي. اول مرة نعرف ان في حاجة جديه كانت دائرة وراء الكواليس. تجينا. وعلى عجل درسنا التفاقية وجدناها تفاقية اه كويسة جدا من ان حيث انها هتعرفنا بعشرين بنك عالمي لموه في القصة دي. لكن. عليش المقاطع هو الرجل كان بيتحدث باسم المملكة ولا باسمه الشخصي. هو باسمه الشخصي لكن عنده صداقة. اه بموجب علاقاته يعني. صداقة علاقاته مع الامير فيصل كان نائب الثاني. اه امير الفهد. نائب الثاني. وكان حاكم الفيلي يعني. طيب. يعني اواخر امير فيصل عيان. وملك عبدالله. وكان هو الحاكم الفيلي. كان نائب الثاني. لكنه هو فعلا الحاكم. وانه هو عن طريق الامير فهد. حيجيبه ويجيبه ويجيبه كده. فشفت التفاقية كويسة لكن وجدنا انها اه اكبر من ان نستوعبه في سنة. طيب. وانه عمل نفات عديلات عليه. اختصار شديد بالنسبة ليك. ووافقنا عليها. كان في متر السماح. في المدة دي قدم دينا مشروع مؤسسة سودانية للصناعة. اللي هي تطوير فيما بعد لمسة سودانية للـ SDC التنمية الصناعية التنمية للتنمية. فجابوا انه رئيس مجلسة الدارة. رئيس ميري. اعضاء مجلسة الدارة وزير الفرآسة. اه مديرة مالية. والمديرة التنفيذي عدنا خاشودي. جاب القانون دي. وفي المالية اقول انا جيت الفرآسة الدونيوليو. فنقول لاندنا فيه تعديلات بسيطة الدونة. فتر الثمانية والاربعين ساعة. قال قويس. وما بقول لك لأبدا عدناء خاشودي من صفاته. مرن. مرن اكتر مما يجب. يعني باهدافه. مرن اكتر ماشي براك. ايوه. يعمل الدائم. فانا مجلسة. اه اعلم ايش يعني كلمات اهنا دي. لا لا تتضر. تعليل. عملت التعديلات. يلتقى من البنك الزراعي ببنك الصناعي ببنك العقاري. وقعد ببنك سودان ومنهم اول لفتة قانون مصر التنمية السودانية حالة دية وبدأنا اضبع فيه بالعربة انجليزة قال ليه والله اعدنا اندي مسافر بكرة القانون ده لازم يجي النهار ده حسنا الحظ كنت انتهيت قلت له من اول كل مره اشوفه شوية يعني انجرس يعني فمشانا قعدنا مع الرئيس المالي وقال له الرئيس انا عايزك انت تكون رئيسي قال ليه يا سيد عدنان ده رئيس البلد كلها بكة السودان اللي يملك مسا السودانية دي دي التنمية وزيرها مالية ما ليس مجلس ممكن رئيسي يكون مجلس ادارة فتا عدن مؤسسة تكون تابع في النهاية لبنك السودان رئيس المالي قال لي الكلام ده صح طيب مزير المالية ما حاكون مجلس رئيس مالي وفقنا على كل شيء عدنان قال كويس انا قبلان طلعنا رئيس المالي قال لي عدنان ده لما كل منا كان بنائز معانا قال القرضЧاع السامة ديب جال هو كوسيد يدروELL 6 في تهمية سولى من الميتين مليون ستة مليون دولار هي ثلاثة في مية ستة مليون دولار تلاتة في مية قال لي ما نقول تلاتة في المية وصيدهاى 6 مليون دولار سوف كتيراى نعم. لكن قال انا انا ما براي. ده عدنان. اي معاي فلان سعودية المهم قالت قلت 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 ستة مليون دولار جبلنا جبلنا المئتين دولار. فقال لي يا عدنان قال مع التوقيع اول شريحة ناخد انا حاجة قسمناه لاربع شريح. تمام. اول شريح يدوه ستة مليون دولار. يعني هو ياخد نسبة دي من اول مبلغ يدفع. اي. ما بنتظر. بقول لك بصراحة. انا ما لا بستثمر في تجارة ولا صناعة ولا زراعة. انا راجل بتعبولك. بجيب الشغل بتاعي تدوني ما موتي. بيقول كلام ده عديل. طوالي. مباشرة. مباشرة. بعدين ما في ذا يتعرض انه عرض. سمسار يعني. سمسار عليه كذا وكذا وكذا. المهم انتهينا منها. وافقت انه ياخد ستة مليون من الدفعة الاولى. ياخدها ستة مليون من الدفعة الاولى. كانت خمسين مليون. خمسين خمسين خمسين. طيب. اه هنا بقى اه انا كلمت الرئيس المالك. مم. كلمت اللي بالبغير اللي ارحموا والاثنين. كان هو نايب الاول وكان مسؤول عن شؤون الامن. تمام. سلام الله عدنان عرض عليه الديني. كذا. وقال ليه ستة مليون دي. مم. الامير فهد حياخد اثنين مليون. الامير فهد. انا قلت غير كده. الامير عاوز اثنين مليون. طيب. وانا حاخد كذا وفي. احنا اربعة حنتقسب الاربعة مليون. اه ها. انت حنتديك. قلت لي قبل. قل ليه كم. انا ماذا يرأي اخد. قال لي لا لازم تاخد. قلت لي لما باخد. قل لي سيب اختيب. حسابك برا وين. قلت لانا ما عندي حساب برا. حسابي بس في منكنيلين هنا. قل لي لا لا انا مدار اغرق. انا. تقول. المهمة خدناها نكتة انه منكنيلين. وكلمت لباقر. في الرأي بقال كذا كذا كذا. وعرض علي. وانا اعتذرت وقلت ليه هو. طيب. فمسيرت للرئيس نماري كلمته. الباقر قال ليه كلم الرئيس نماري. قلت لها دي حبقت اكلمك في الاول. كانت تعرف انت رجل مسئول العين. امن المسيرت للرئيس نماري كلمته. قال ليه. والله هو. اه. حر في. تقسيمات دي. لكن اكد ليك. انا ما من الاربعة. اربعة مليون للسودانيين الهيناء. انا ما من الاربعة. قلت له يا رئيس انا ما التهم بك انت. معناه عارف انه. لكن هو قال. معناه عارف انه. فانتهينا من القصة دي. لا قلت ليك يعني اميرك انا عارف ان اربعة منه لشو. لا ما قال ليه من الاربعة منهم. قال ليه انا ما من الاربعة. قلت له الاربعة قال ليه في اربعة مثل السودان. حيحتوا نصيبهم. انا كنت دارك تكون انا اكون واحد منهم. فقال ليه انا ما من الاربعة. طيب. انتهينا من الحيثة. بعدك عدنان كان بيجيب مشاريع. احنا عملنا الاس دي سي دية. قلنا تبدأ بتمويل ما هو موجود في الخطة الثلاثية. الزراعة والنقل. دي اسبقيات الخطة. طيب. فقال ليه دي انا مشروع باسكان. كم مشروع مش عارف كم جضع سكنية كده 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 بتمويل من الاس دي سي. قلت له والله يا سيد عدنان. الاس دي سي دية عند اسبقية الخمسين مليون الاولانية. قطعنا شوط احدا في الزراعة من الصرابيق العربية. فضل النقل. خدت المبلغ خمسة عشرين مليون دولار اكتر مع سكة حديدة. شو بعد النقل النهري. شو عندنا السوداء المهم في النقل. عملنا غايته لغاية سخن شوي ماشينا رئيس مليون اقره انه الاسبقيات بتاعة الخطة يتمشي. انه الاسكان دا ما في خطتنا. وما الاسبقية في الوقت الحاضر. ان نسكن الناس كده. تاني جاء مشروعه خاصي. المهم في الوقت كله كان يكون زول البناد ديني في المجلسة الوزراء او القصر. مم. الدكتور بها. انه رئيس عزك. اجي القى معه. عدنان. عدنان. عدنان لم يدخل الوزارة اطلاقا. ينادوا الوزراء. في القصر. في القصر. اه الحكاية دي اثار شبهات نحن. بهدي. لكن احنا ما كنا يعني بصراحة يعني احنا في المالية مجموعة كنا اه جابلنا في مرحلة ما في اه في السوق ولا في الميز ولا في كده. اكنا مهتمين بتتبع اه الافراد يقاند الوزراء بيعملوا كده. لغاية هنا الدفع على الاوليات. الدفع الاوليات. اه. دفعت الخمسين مليون الاوليات. دفعت الاتفاق. تمام. تمام. وقعنا وزارة المالية وقعت على الكنبيالات واي حاجة. تمام. والمسألة مشت. دفعنا الاربع ستة مليون دولار. لعدنان. لعدنان. وحتى انه كان اه طلب انه لأسباب تخصص خصة المملكة. المبلغ يكون احنا البنك بتاعنا في انجلترا. نيدلند. نيدلند بانك. احيانا باركليد. لكن نيدلند بانك كان البنك الرئيس بتاع باكا السودان. قال لنا المملكة عزاء هل يريد تكون في تشيس منهتن في امريكا. في امريكا. قلنا له ما في مانع. ورئيس تشيس منهتن اسمه نهود. طيب. ده اقتنع انه يعمل حاجة اكبر من كده. لما شاف انه جاتهم. خمسين مليون. خمسين مليون. جايه وتانمية وخمسين مليون. اه. اه. تانى عالمية اعمل حاجة اكبر من كده. ده عدنان. ده مدير البنك. ده مدير البنك الامريكي. طيب. طيب. مدير البنك الامريكي. اه. اتكلم مع مصر حارس في الاممم المتحدة. وقال له وزير المالية جاي هنا لانجتماعات البنك مجتمع معاك وقال لنا الوقت مسقلين البنوك كلها مسقلة الدولارات جاءت نتيجة لأسعار البترول عندنا إفراط في السيولة دارين نعمل أجهزة تبع علينا خارج الولايات المتحدة وعلاقة الواهية بالبنوك الرئيسية عكما يدفعون الضرائب المهم وأنا أعرض عليكم في السودان أن نعمل وكالة الوكالة دي أي سيولة مفرطة عندنا تكون عندكم ودقة تغنيكم عن 200 مليون دولار دي بتاعة خشبجة تدفع الأكسطاط اللي استحقت وكده وبعد ذلك يكون بنك السودان عنده في حسابه سيولة تخليه العمل مع أي بنك في العالم بجلب جوي خيط وقفقنا ودينا اسمه ما مشكلة يا وقال أنا لكنه حاجة أقول لكم مش لأني ما بثق فيكم لكن أنا تعودت في علاقتي مع الرؤساء العرب والأفارقة أسمع منه والكلام من خشمهم مباشرة مباشرة أنا حاجة السودان قبل ما أمشي بالملك فيصل أحد الوكية بتاعته أنه قروش أرامكو دي تجينا هناك الملك فيصل الملك فيصل خالد خالد كان ولا منه ما كان فيصل لا سنتكمل كلام كم سرعين سرعينات هاي حيجي تجي القروش ومجي هناك عندنا جاء واتفاقية جاهزة حزناها وكل شيء كنت أنا براجع لا بس اسمح ليو سيد إبراهيم شوين بحتاجين راجع التواريخ خاشوق جي جي 82 أه لا قبل خاشوق جي جاء صح 82 بس كم الملك والملك فيصل كان يغتير الوكيد الملك في خالد خالد ملك خالد ملك فيصل كان يغتير في السبعينات هاي قال اسمع ابن نميري شخصيا هو اسمع ابن الرئيس نميري شخصيا تمام المقامر أول تمام فالرئيس نميري كنا بنراجع في الاتفاقية مع مساعد المدير قال لنا تعالوا العشا تمام قالوا العشا قالوا لا ولا مش لنا العشا ما جابوا سير الاتفاقية وانتهينا رجعنا رجعنا تاني يوم الرئيس جاء من الصباح انا مش فيه تودعه متلوحصا شلو مبارح قال لي للمركب في الطيارة ده مدير البنك الامريكي قال للمركب في الطيارة قال لي الرئيس نميري قلت له انا حيحصل كذا 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 وانا بللقت وزير المالية وزير التخارجية قال لي كلاموني قال انت موافق قال لي لا لا ليه قال لي شرحت ليه الفوائد تجيكم حتى ما استفدتم اي حاجة سدي البيان بتاعكم ده كندو كذا وكذا 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 وكا السوداني كن فوق قال لي لا ما موافق لما قرار مرتين وجد ان ما في داعي الى التفاجئة بالراجع فيها قال لي تعالوا العشاء قال لي دي السبب اننا ديناكم بالعشاء وما جبنا سيء الى التفاجئة بعدها ومشأل الملك خالي تكلمه اه عرفنا انه عدنا خاشوبي اه بلغ رئيس نميري انه الحكاية ديه حد يعني السعودية ما هي الملك حالي ذي الجماعة ديه والقروش الفيضة دي's في مجموعة من الا الاخوان والمستشارين والجماعة كل عملية بتاعها اضعتب ترول كل موضوع عملية بتاع دايه كلي عملية عندهم فيها نصيب ودي حتى تحريمهم ودى كده فادي دي مسألة هيا اه استجاب الرئيس نميري يعرفناه فيما بعد. لأكيد موساندر رئيسي ما وفقت ليه. قال دي بتبوض علاقتنا مع بعض المراكز القرار والهناء السعودية. فول ستوب. تهينا من وجه الصدية. هنا كان المتهم فيها بها الدين. لانه العطاءات دي هنا زي ما قلت ليه سرحت عليه. يا كوميشا. فيها من نسبة ليه فوائد. الحكاية دي ظهرت بعد الانتفاضة. بعد المحاكمات. عمر عبدالعاطي النايب العام عمل سبطات رجنا لمراجعة أداء وزراء. ما بعد الانتفاضة دي عاوزة طبعا حلقة كاملة. لكن نجيب عن عدنان برضو شوية. يعني وأنت وزير المالية. وأنا السؤال اللي حسأله وحطلع فاصل يعني. ما ساورك أدنى شك. ما ساورك أدنى شك. وانت وزير المالية. بأن هذا الرجل. أنا حسن عليها بعد الفاصل. لا لا ساورني مليون شك. مليون شك. نشوف الشكوك دي بعد الفاصل. هاي. بعد بعد الفاصل نواصل هذه الحلقة مع الأستاذ ابراهيم العمصر. مرحب بكم مرة أخرى لازمنا في هذا الحوار مع الأستاذ ابراهيم العمصر. أستاذ ابراهيم مرحب بك مرة أخرى. أنت وزير المالية الشخص في الواجهة في هذه الصفقات المشبوهة التي كان يدير عدنان خاشفجي. قبل الفاصل قلت لي كانت تساورك شكوك حول هذا الرجل. طيب. احنا الصفقة الوحيدة اللي مرت تحت بصرنا وكانت في الآخر في فايدتنا يعني اللي هي 200 مليون دولار. دولار. دولارة من العمولة بتاعتي 3% ما كانت كثيرة في ذلك الوقت للناس اللي بيجوا يعرضوا أموال. لكن بقى جاءت صفقات ما مرض علينا لطيارات للجيش. شايف. الطيارات دي تمت بطريقة أنه فيها شوية يعني تريكس. لا يتصلوا بوجر المالية. يتصلوا بوكيل المالية بالجواب من القصر. لأنه فيها أرض كذا 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 وطيارات هنا عادي منهم جواب تقولوا أنه مجارة المالية بوافدة. طيب. الجواب يطلع ويتمشي. لا يطلع بدون علمك؟ هذا الجواب. يعني الوكيل بتصرف بدون علمك؟ لا يمكن يصرف لأنه يقولون احنا بنوافق على كذا 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 كذا. فبعد ذلك بتجي العملية للوزير يوقع. ما بتجي للوزير. يكتشفت بعد الانتفاضة. فسبقة للطيارات هليكوبترس. غير صالحة للعمل في جو السودان. وكانت عملية يعني أدى فيها شهادة القائل الطيران عود خلاف الله الله أرحمه. وكانت بلنا كلها مفاجأة. ما كنا عارفين أنه ده حاصل بورانا. لأنه هم اعتمدوا أنه في جوابهم أنه اتفاقية هذه المدية المالية ومضوعة وكذا. هم كانوا يتوقعوا يعني الحاجة اللي حاجة الواحد استغرب لها. أنه يتوقعوا أنه يوما ما هذه الاتباقيات ستمر سلاسة. الصفقات دي كلها وراها عدنان خاشوك. وكان بيأخوا تاني نسب ولا بس اكتفى بالستة الولد ديك؟ الله أعرف. ما كنت معاه في الكلام. لا يعني راجل ده مجتهد قدر كده معناه يعني. بعدين الراجل تاني كمان جاب حاجة يسمى عربيات رينج روفر. طيب. وتاني جاب عربيات للجيش. هالواتين جابة دي جابة. ما نجحت في رحلة واحدة للدارفور. أنا كانت بنزين. والرئيس نميل ووقفنا. ووقفنا العملية كلها والعربيات وكده. لكن بعد ذاك قدموا عملية مع واحد اسمه رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ممكن تذكر اسمه اللي اتهم. قلنا دابل ايجنت مع اسرائيل. انه يجيبوا عربات مصفحة اسمها صلاح الدين من مصر. من الهيئة العاملة للتصنيع. ويجيبوا تاني عربات شدو كده. من الهيئة العامة للتصنيع. كهدية للسودان ما تعرفها. قرد للسودان ما ظهرت في الافق. اي ورقة حاصة بها الى ان اتكلموا بها بعض الضباط. احنا طلبنا عربيات المانية اسمه يوني موك. يوني موك دي من الميزه بتاعتها انها ضربة لغم. بضرب اللسك الواحد لحوله اللغم ما بضرب العربية كلها ولا يوقف العربية وهي فئة تمانية تمانية رساتك اتنين قداموا ستة وغرب فعرض دي قال ما جاءنا جاءت صلاح الدين دي من الفئة العربية المهم وعمل يعني اشياء انا في الاخر لا حضرتها لكن ظهرت كمسائل في المحاكمة بها الدين والله ارحم وزي ما قلتك رئيس نميري شك في بها الدين طلب ان يبعد ما في زول الدم جعل ثلاثة شهور رجع ثاني في سؤال هنا مهم بيطرح نفسه يعني كان عدنان خاشفجي يستمد قوته من علاقته مع الراحل دكتور بها الدين وكان هو مدخل الرئيس نميري مش هو براه كثير من السماسر او رجال العمار الاوروبيين يقولك نمشي لي بها الدين مباشرة وكان حديث الناس في الوقت داك حديث الشارع انه عدنان خاشفجي مع رفقة دكتور بها الدين يعني الان هم عمليا يدمروا في الاقتصاد السوداني عرض عليك انك يرشيك يشتريك ورفضتها طبعا ما حقولك اخرين اشتراؤوا لما قل لي اسمها لا ثانيا لا غير انه يقولك انت ما كنت جوه الملعب يعني ولا كمان زكرية الثلاثة تانين من امركين زي ما قلت لك احنا يعني عارفين في شوفها لكن ما عارفنا بالحجم دا يعني لما مرض حكاة الاس دي سي والجينا اننا حاجين مئتين مليون دولار بص هي مصيرة شنو المئتين دي دفعوا كلها اه دفعت المئتين المئتين دفعت اه يعني صدق الرجل دي جاب لكم القروش لا هو شوف بيقول لك انا انا رجل عمولات رجل واضح جدا اه بقوم بعملي بعملي تماما وااخد قروشي باخد العمولة بتاعتي وبمش لا بستثمر لا غير دي لخسليو سيد إبراهيم اهم مظاهر الفساد في تجربة السودان مع عدنان خاشقجي اهم مظاهر الفساد شنو كانت العمولات شنو اهم مصهر كان هو موضوع علاقته دي اللي ما حضرتها علاقته مع الجيش انه كان بيقرد وقرد طيارات دي انا فعال في طيارات تانية عن طريق وصير اماراتي كان بفتي وقفت لانها الاماراتية ذاته ما نفعت معاهم قالوا الجو بتاعنا ما بلت تستوحليه من باب اولى ما بتستوحلينا هنا هناك جوهم شوي في رطوع احيانا لا يعني اه اتصالاته كانت كلها خارج مطار الخطة بتاعت البلد احنا جانا في موضوع المباني زي ما قلت لك الاسكان وجانا في موضوع تاني خاص ب حاجة عبد زكريت حاجة مهمة بالنسبة له هو وقلت له والله برضو دي ما داخل في الخطة خارج السب لان احنا ثلاثة سنين مركزين على الزراعة والنجل لحسن الحظ ما جانب مشروعه خاص بالنجل لان النجل كان فيه سكة حديد اه حقيقة جايمة بالذاته بتدرس من قبل الفتح فعرف شوالانا بتاعاتها دي وعرف شوالها النجل النهري النجل ما دخل في طيارات البوينج في امريح ما شانبشين اربعة طائرات بوينج ما عليش انا اسف المقاطعة طالما المئتين مليون دولار جات ليه ما انعشت الاقتصاد وظل الجنية تهاوى والوضع الاقتصادية تسوق ثم تسوق لا الجنية للخمسة الاربعة من المئتين مئتين دولار كانت على اربعة شرائح كل ستة شهور طيب شريحة احنا شريحة الاولى زي ما بتك استثمرناها في النجل النجل ايه في النجل اساسا وفي تصليح بعض اه مساين في ميناء طيب وطريق اه العقبة قبل انشاء طريق برصودان على الهداد طيب انا الاسف ما حضرتها انت كنت خرجت من الوزارة اه لكنه ادفعت ادفعت ودفعت كراسمان للس جي سي والس جي سي كانت مستثمرها الاسفة الشديد في فوائد في حسابات برى الفوائد اه يعني ما وظف القرض ده بشكل يعالج مشكلات الاقتصاد لا لا ما وظف ابدا لا ما وظف في سؤال حول عدنان نفسه عدنان كان الرجل هذا الرجل الناعم يعني القادر على الوصول لاهدافه عدنان تاجر سلاح اه شنو المخاطر المخاوف من عدنان كانت والله احنا ما اه ما عملتنا معه كانت في القرض ده وفي كم مشروع جدهم دينا رفضناهم في المالية وقررانا فيهم الرئيس لون انهم كانوا خارج قال حذرني منه اه محافظ سامة اللي هو البنك المركزي بالسعودية اسمه انوار علي ماكستاني مستلف من الامف تعرفنا عليهم وانا ما سمع ما في حاجة في الدسة انه كم مشروع مرضى علينا ورفضناه وكده فقال انه قال لي اعمل حسابك من هذا الرجل من عدنان هذا الرجل قاتل كيلر حذرك انه عدنان خاشق جي قاتل تعمل حسابك طيب قلت له كيف قال لي ما بعرضك اطلاقا اي حاجة تقول لك بلدكم انتم عارفين اي حاجة فيها انا انا جيت اخدمكم اخدم الرئيس لميردي الراجل وكده لكن لا اعمل بالمراك شيء قد ضررك اذا كررت اعتراضك اعطي المصالحه فيه راجل تاجر سلاح زميله دخلوا عرف ودخل في لاكوندا بطريقة ما خدروا رماه في حض الحمام كبه فيه حامب وازاب جثت ماله منه واسه ازاب اه ازابت جثت كله في الحضة فقال لي بيك ارفو البرودر كن حضر فراي الحزنين لكن الحسن الحز يعني طلعت من المزارف الوكيد انا كنت انت طلعت من الوزارة ليه؟ والله يشوف انا طلعت من الوزارة لانو اختلفنا اه في المرة الاولى او المرة المرة انت تتكلم عنها اه اه انا قدمت استقالة ايوه استقلت قدمت استقالة في شركة والي النيل المرامان هو الرئيس الشعب طلع قرار رحبه و اه اه دلوقت التاريخ دلوقتي وكنت انك اجراه مع اصحاب مبلينا يعني كانوا اه اه شقارين ضدوا كده وكان المهم فيها انو لما جيت راجع وجدت عدنان ومجموعة كده بدنو لو ننشي انا طلعت في اه خمسة و سمعين ورجعت في اواهل واحد و سمعين في ستة سنين انا كنت مرى الوزارة فمرة تانية يمكن دين المتهمة كنتا أنه اختلفنا في مواضيع خاصة لتطبيق الشريعة وأنه بالطريقة دي المسألة ما حتمشينا جدام والبلد حتتدهور والناس اللي قالوها صراحة أنه كانوا تجيز كريستيان كاريتي تسبو سنستمك رجيم حيجيفوا خاصة أن الولايات المتحدة عداء وضح جدا جواب من سطر واحد رفضوا رفضوا دلت على القرد الياباني مش كدا ما قرد اليابان عندهم بقى نظام إذا قد خلوق في نظام بزارة المالية بزارة المالية بتدفع بسخاء إلى 80% منحة 20% قرد يسر لما يسمى باليين سفورت طيب أنا قاولي الحلقة دي انتهت في صورة شهيرة جدا جمعت الرئيس نوميري الله يرحمه وشارون وعدنان خاشقجي في قضية الفلاشة قضية مهمة وقضية إعدان محمود محمد طاق قضية مهمة وسقوط مايو اللي انت برضو تفضلت مزاكرتك بالتفصيل فتسمح لي أن نحيله إلى حلقة جديدة شكرا لك أستاذ إبراهيم شكرا جزيلا الشكر كل شكرا لك عزيزي المشاهد هذه الحلقة كانت هذه الحلقة عاشرة مناقشة مع الأستاذ إبراهيم المنصور تتبعنا فيها وكشف فيها عن كثير من الأسرار لعله ممكن تذاع وتقال لأول مرة ستكونك حلقة قادمة إن شاء الله نواصل فيها هذا النقاش في ختام هذه الحلقة تحياتي فريق العامل السلام عليكم ورحمة الله تعالى